60 ألف برميل من النفط ستعالج يومياً بمركز الفصل والضغط حسيق الطاراب بالمحيط الجنوبي لحسيم سعود هذا الإنجاز الجديد الذي صنعته أياد جزائرية سيسمح برفع الإنتاج في مجال المحروقات بتواجدنا في هذا المركب الذي صنعته أياد جزائرية وتسير أياد جزائرية وإنه لا فخر عظيم نشعر جميعاً به إذ استطاعت الجزائر بسواعد عمال وعاملات قطاع المحروقات أن تكتسب قدرات هائلة مكنتها من إقامة قاعدة نفطية وغازية ظاه نظيراتها من الدول المصدرة للمحروقات بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها في مجال تكرير النفط والصناعات البيترو كيميوية والنقل بالأنبيب وكذا التصدير مركز حاسق الطارة الحيوية سيوفر أيضاً سعة إجمالية لضغط الغاز تفوق الأربع مليون متر مكعب يومياً كما يعكس التطور التكنولوجي الحديث للمنشآت الطاقوية تواجدنا هنا اليوم بحاسق الطارة له خير دليل على مصار الإيجابي المتواصل لمجمع صونتراك لا سيما التحكم الكامل في سلاسل القيم للصناع البترولية والغازية وكذا التسيير المباشر وتطوير الذاتي للعديد من المشآت والمشاريع التقوية من المنبع إلى المصب مع تحفيز الحلول الرقمية واستغلال التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلوماتية للتحكم والمراقبة عن بعد مركز حاسق الطارة هو مشروع جديد ولبنة تضاف لمجمل مراكز الإنتاج التي ما فتئت صونتراك توفرها خدمة للاقتصاد الوطني